تسجيلات الإيمان وهران بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعذاء ويبسطوا إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء وبدى حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقون ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعرقبتم فآتوا الذين ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوه واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببعتانه يفتري له بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولى قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور